ايوالي اخوات والاخبات السلام عليكم مرحبا بكم في هذا اليوم الجميل سعيد بلقياكم كيفما كتشوفوا مؤخرا هناك صراعات كبيرة بين اليوتيوبرز هنا غير بغيت نوضح واحد الحقيقة اللي بزاف الناس ما تيبغوش يقولوها بزاف الناس اللي تيتخبا ومرشيح واجخورين هنقول لكم واحد الحقيقة اولى كيفما بغي يكون يكون سكيزوفرين ولا امسي طالب ولا اي شخص غدي نقولها لكم يعني اي انسان تيح القناة في اليوتيوب اول الاهداف من فتح هذه القناة وهو الربح الربح المالي اول حاجة يعني هناك عدة اهداف من وراء فتح القناة ولكن الهدف الاول الهدف الاول لفتح قناة في اليوتيوب وهو الربح من الربح المالي هذا ليس عيب وهذا ليس جريمة وهذا ليس خيب يعني الله يحن على كل واحد لكن القادية لخيبة هي أن الإنسان يتخبى مثلا وراء أشياء يعني ينقر أنه يربح الفلوس يعني يحاول يخدمتي يقول لكم أنا كندري هذا الشيء كنخدمكم أو كنوصل لكم فكرة أو كننضال أو كننشر الأفكار أو كننساعدكم هذا كل شيء كاذب في كاذب الهدف الأول من فتح قناة على اليوتيوب وهو الربح المالي عاد كتجي الشروط الأخرى لكي تخصني الربح في القناة لكي تخصني الربح من اليوتيوب تخصني مواضيع تخصني اتجاه تخصني متتبعين تخصني أفكار يعني هنا كيف يدير الواحد غير لحسب طريقة الربح واش بغي تربح مزيان واش بغي مثلا تكون القناة ديالك مثلا تكون تجارية 100% هذا هو الفرق اللي كان في القناة الدب كان قنوات لي تجارية 100% القنوات لي تجارية 100% كانت تحديث تحديث من الخناية مع مدى هم وهو المشاكل الاجتماعية بحلات مثلا المشاكل اللي مثل حمزة مومبيبي عادل ميلودي ذو كل كلاشات لفنانين وكيف ما كشوفوا القضية ديال حمزة مومبيبي و لا قضية ديال العادل موبي ان بعض القناة اللي تبناوها تبناوها الظاهرة يعني ما بقيتش عندهم شي حالو كتشوف مثل الفيديو كيقول لك ركي هدراء لحمزة مومبيب ولك هدراء لعدي المنودي من اللي كتشوف الفيديو كتلقى الخوال خاوي كتلقى ما قال في هوالو غير لي أنه تبنى ديك القادية وليتبنى ديك الظاهرة ومع الشعب المغربي كيف ما كان عارفه أنه الشعب المغربي يمتاز بحب الاستطلاع يعني حب التبرقيق يعني تبغي يعرف شنوكين يعني وخا ما كتكونش كتهموشي حاجة لكن تبغيتي يعرفه هناك بعض القناوات اللي كيكون عنده منص نص كيكون عنده مثلا ما كيكونش مثلا الهدف تجاري ما كيكونش الهدف تجاري كيكون غالبا عنده عنده مبدأ مثلا عنده قاضية تبغي ينشرها ولكن تيقول ما دمت أنني حالة القناة حالة القناة ما دم أن عندي الوبرتيني باش ندخل من الفلوس وعلش لا وينات هذا نقدر نسقل للي كيكون هاد القادية ولكن اللي منتاشر الان في الساحة المغربية وهما القنوات الربحية يعني ما كينش واحد مثلا لما كتدخلش وما كتلقاش كي تبنا هاد هاد الاهداف الربحية في القنوات دياله أنا مشي هنا ضد شي واحد ولكن غير خص الإنسان لأن بعض المرات كيكونوا هاد القنوات كيس كاميوا الناس حتى القادية ديالة العادي الميلودي والقادية مثلا لها حمزا مومي كتدخل الفيديو بكتب لكم عنوان تدخل الإخلاق ومعلومة جديدة ودار دار 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 وتتصور وكتب عند تصبرها في القدام كجاب دك وكذا ولكم اللي كندخل الفيديو بيتكتبه أفهوالو وفى اللخر يقول لكم ما عارسلة ما رشدك يقول لكم مثلا ترخصكم تشوفوا الفيديو تلاخر هذا كان غير بغى مثلا يجمع على ظهرك الفلوس يعني هنا غير بغى نشرحوا شي لعيبات هذه وانا كان ماشي ضد شي واحد لان مدم ان اليوتيوب اعطاها طلو بورتونيتي باش الناس يدخلوا الفلوس اعتقات بزاف ديالشباب وكانت اعتق بزاف ديالناس وانا اشجعوا مثلا الناس انهم يعني اللي عندوا مثلا شي هواية مثلا وقدر يحل بها قناة يعني انا اشجعها ودائما اشجعوا الشباب انهم يفتحوا قناوات يعني انت والحظ ديالك انت والدكاء ديالك غير هي القادية اللي خيبة ما خلص الناس يبقى يستحمروا المتتبعين ما خلصكش تبقى مثلا تخدم القوال باش تجيب المتتبعين لو باش تجيب المشاهدات يعني هذا هو الخطير جدا في هاد القناوات رجعوا لقادية ديال MC طالب القادية ديالسكيزوفرين كيف ما كان عرفوا ان MC طالب انا من الناس مثلا اللي كنت تنعطف عليه من الناس مثلا اللي كنت كنحترموه من الناس مثلا اللي كانت اعتبروه انسان اللي كيضحي انسان اللي كيسميسو وما زل احترموه احترم افكاروه احترم طريقة اللي كينشر بيها احترم الطريقة اللي كيخدم بيها يعني طريقة جميلة جدا طريقة الكلام طريقة سرد الكلام يعني المواضيع ديالو جميلة جدا وجدابة او منطن وعنده حتى وعنده تاريخ في اليوتيوب يعني ونزحات للقناة ولكن القادية اللي ما كناش اللي دبحنا كيوتيوبرز ولا هاد الناس مثلا كيوتيوبرز دائما كالمقاوم مشوا نقلبوا مثلا الحياة الشخصية ديال الناس بحل ده بقى يمسي طالب يقدم واحد لمواضيع مهمات يقدم مواضيع جميلات يقدم نوك على شغل مشوا نقلبوا له مثلا لحياته ينتمي الى حزب وانا مثلا نفسه لكن الطريقة لكي يقدم المواضيع بـ مواضيع مهمة ومواضيع جميلة أنا لا يعتمين انم سيطالب بورش ماذا يعينو وانتمني ولكن بكم�� أنا لا يعتمين ولكن الطريقة التي يقدم المواضيع comer bowl المواضيع التي يقدم يعني وب rehe يشبرها شخصية بنوع من النوع صدقية يعني ليس حياته شخصية لا يلمح للهblicة لا يمكنه الناس هذه هي طريقة الناس الذين يريد انتقم من شي واحد يعني كتبغي بحال ذا بسكيزوفرين عرف المغاربة كيف يريدون وعرف ان ذا بالمغاربة سوف يتعاوه إذا سمعوا طاليس مثلا عنده مواطر وعنده قهوة الشيشة وليلا باسع وكثير سوف يقول لكم لا هاد السيلي لا هادش حياة امسي طالب المهنية والفيديوات اللي يقدم هم اللي يهمون بغاربة هم اللي يهمون بيبليك وما حياته الشخصية تكون عنده قهوة يكون عنده موطر تكون عنده طيارة انا ما تيهم مناش سكيزوفرين حتى هو كنت كان احتار من واحد لوقيتها انا ما تيهمنيش مهم يقدم شيئا يعني عنده اتباع ديالوغ عنده بيبليك ديالوغ لا يعاونه لا يعاون كل شيء يعني تهو يقبل شيء اللي كتعجب الناس يعني كيقدمش حويجات بل ما لا يقدمش حويجات الاجتماعية كيقدمش حويجات السياسية يعني في حدود المسائل اللي ما كتضروش وكيف ما كنعرفو ان الناس في المغرب انا اقدر الظروف ديال الناس اللي كيدفعوا او الناس مثلا اللي كيحاربوا الفساد في المغرب وقدروا ظروف انهم ما يبقوش ظروف فساد لانا كنعرفو ان الدول المغربية لا تحاربوا الفساد ولكن تحاربوا من يحاربوا الفساد يعني اي انسان سيخرج سيكون متابعا من طرف المخابرات المغربية ولحتى لسخوله شيطهما ولسخوله مثلا شي حاجة لخيبة القادية اللي معجباتنيش انا في اسكالزوفرين هو القادية ديكسيدا اللي اعطاته مثلا الفلوس بشير لها فيديو اللي كانت مثلا مسألة بسيطة جدا لو ان مثلا انسان سيجد قولي فولا دي مشكل دي لا نحتاجه مثلا طاقم غير يصوره مثلا ماذا عندك ستوديو في هوليود تدير فيديو وهضر على المرأة وقل له ماهو المشكلة اللي طاح في اسميته من خصوصك ما فيها لا اشغا نقول لك بحي لا زع ما تصنع شي فيديو معا شنو هدي تدير فيديو غير بتليفون غير بتليفون غير بتليفون غير تدير بحالة لايف وقد تنشره فولا هاد السيدة هشنو تعرضات وشنو تعرضات وشنو تعرضات ولكن حتى انت اسكيزوفرين فوتي فاض القادية واحد القادية خيبة خاصة الناس متين يفهموها اش اي انسان متلا يكون متلا دخل هاد النيضال وكيتبنى النيضال اي انسان متلا مشكلة وطلب منك ما طلب منه لفلوس لاوالو يعني مش رجولة هادي يا صاحبي انت عند قناة قد الخلاق وهادي ومزاك تطلب الناس فلوس علاش شو ما يا صاحبي انا هدا غير نداء اليوتيوبرز اي يوتيوبرز كيف ما بغي يكون خليونا من الطمع خليونا من القوانب ديالكم فتوصل بك شي انسان عنده مشكلة ولا انسان عنده مشكلة قد تخسر عليها صعب ما تخسرش للحلقة انت كلها خصص لي مثلا غير دقائق ولا ثلاثة دقائق في الموضوع ولا دير لي فيديو غير فيه غير دقائق ولا ثلاثة دقائق فمتنى غير الواحد مسائل تحسيسية يعني مواضيع تحسيسية وهذه هو اللي يستغله مثلا اليوتيوبرز المغاربة يعني اللي سمعت هالظاهرة تنتشر كتيرا في المغرب وهات شي خاطر جدا يعني هذا شيء خطير جدا كان طلب من الإخوة والأخوات يعني يتخذوا واحد طريق اللي غد يتسلك جميع المغاربة لأنك تعرفوا حنا المغاربة ماذا يقدم في المغرب كتشوفوا الإعلام مغربية كيف يقدم كتشوفوا الصحافة المغربية كيف تقدم كتشوفوا اليوتوبرز اللي تابعين مع تلشيجيهات في المغرب كيف يقدموه يعني هاد الناس القلالي في المغرب لا يرضي عليكم قدمونا شي حاجة صح الناس المغاربة بدون يعيقوا المغاربة بدون يوعاور بدون الناس يبدوا بغوي شي واحد اللي يقول لي شي حاجة جديدة شي حاجة اللي غدا تفيقهم شي حاجة اللي غدا تزعزحهم شي شوية ما هذه الأفكار ديال والوالو التنقودة ديالجنا مثلا غنشوفها الضاهرة هذه ديالسكيزوفرين وديالامسي طاليب امسي طاليب الزبط غايتدفقوا لأن في النضال في المغرب خصوك لبغيت تكون موناظر خصوك تكون فاقير خصوك تكون كتعاني خصوك تكون ما تتاكلش مزيان خصوك تكون ما تلبس مزيان عاد يمكنك تكون موناظر هذا ما بزاق ديالناس في المغرب يبدلون نضرات لأنه عنده قهوة ومطور هذا لا يهم وهي المواضيع التي يقدم يجب أن تفهموا هذه القادية لا تهمني حياته حياته الشخصية وعائلية هذا كل ما تهمني وهو المواضيع التي يقدم المسائل الأخرى التي كانوا يقولون الارتاكب وهذه وتخلى على ولده وهذه مسائل القانون يجب أن يرى لأن هذه المسائل لا تهمنا نحنون لأنها تهمنا مثلا كناس متلقيين لدينا واحد القادية وهي الفساد في المغرب وهو أن أمسي طالب يقدم أشياء يعني لصالح الأسمي مع الأغنية العشاء الشاب أي واحد أنا أقدر كما أقول لكم أي إنسان في المغرب مناظر أو لمعارض أقدروا ظروفه يعني لا نريد أن تهلوك وأنا كنعرف مثلا أن هذه الناس لا يرحموه رأس زفزافي وما يقلب عليه و من المهداوي لا يمكنهم أن يسكين و كان ملاك و لماذا تسمع أحد يهضر عليه و لماذا نجد أحد يدر عليه و لماذا نجد أحد يهضر عليه لا لأن المغربة نتخدم أجل أغنية نساء ومن ثبعوه وهذه القادية اسمتها لأنك تعرفوا ما هي البروباغاندا وهي كتتأخذ من واحد الموضوع وكتحاول أن تنصره بأي طريقة وكتبير لي أي طريقة تنصره دونك هذين الناس هذين يخرجوا وكيتخلى عليهم في الأخر الصينور مرغ يتخلى عليهم الميضان لأن المغاربة شعب ما زال موصلنا لشي القادية لأننا كانت تنطافق ولا مثلا نتحد هل لن نتفقنا على المهداوي؟ هل لن نتفقنا على زفزافي؟ هل لن نتفقنا على البداحي؟ هل لن نتفقنا على المهداوي؟ هل يتخلى عليهم على المهداوي؟ هل تخلى عليهم؟ أنا لا ألومهم خاصة للناس اللي عايشين في مغرب أنا لا ألومهم لأن الشعب المغربي مازال شعب متناقض يعني كتلقىها مثلا في السوش الميديا ره مناضل ولكن كتلقى في حياتي اليوم يرى تقول عاش الماليك وتهوه وتقول اسميتي يعني الشعب المغربي متناقض ويعني النظام المغربي يخلق واحد لاجنيغاسيون وخلق واحد الشعب اللي هو بحالك شعب مضطارب شعب دخل الخوف شعب بغي يتحرر وبغي يتحرر بطريق وشع صاحب مازال ديك قدي عدنان دينا المقدسات المقدسات مثلا مازالك تلقى تتضر مع مغاربة واعين والشباب وكدوك يقول لك مخصكش تقيس المقدسات وهذا شعب مسلم يدعون الإسلام ده بالمغاربة يدعون الإسلام وكيعرفوا أن القداسة لله وحده لا شريك له القداسة لله وحده لا شريك له القداسة لله وحده لا شريك له أي من المال العام يجب انتقاده يكون المالك وعموه يكون ولدوه يكون بنتوه العائلة الملكية كلهم يجب انتقاده لأن هؤلاء يتطلب من المال العام العائلة الملكية تدخلص ما يدرونه وماذا هي الخدمة ديالهم من يلعو الرزق ديالهم يتطلب من ضرائب الشعب اي انسان ياخذ درائب ديالشعب لا يجب انتقاده و تقولنا لا تنتقل هذا و لا تنتقل هذا و خلي عليك هذا و هضر عليك كل شيء والناس يترى ان كان عرف رأس الفساد رهو الملكية كان عرف رأس الفساد هم الاجهزة الامنية رأس الفساد هم الجنرالات كان عرف رأس الفساد هم البرلمانين هم الفساد هم الفساد بعينيه ليس عدم نقلبه على ما هو الفساد و ما يجعل المغرب متخليف وهو دب الأموال التي هربت إلى الخارج لا تستطيع أرجع الأموال، وماذا أيضا الحكومة يبغى تسمح أن يهربوا الأموال وفي نهاية مخابرات كأنه نحن بحديث لحماية تهريب المال العة ما هو الموحد يرى تهرب المال العة ما هو الموحد يرى، هو الموقع الذي قلت كثير في المغرب في سجنين تحاكم على تهريب المال العة يعني غير الخاوية، وهو الخاوية، والذي كذلك يوجد موقع المغربة في القنوات وفي السميزي يعني هاد شاش كنقول يعني هاد الناس هادو مثلا كيخرجوا تلكلاشا وبعدياتهم عادنا قادية نابع عارف ان ده بشي كي يقلاشي شي كي يقلاشي شي بشي يربحه ارى والله العاد يمشي الهدف من هاد الكلاشات ارى ما شي هو مثلا ان مثلا امسي طالب من اللي كلاشا مثلا امسي طالب من اللي امسي طالب كلااشا كلااشا سكيزوفرينز عما كانت عنده قادية ومن اللي يخرج مثلا سكيزوفرينز يرد عليه ويجاب عليه هاد المعلومات كلها ارى ما شكل هفديالو انه بغي يبرأ رأسه وكل شي هي القادية كلها تجارية البرز المغربي هو عبارة عن تخلف في تخلف كالقوم مثلا نساء يعني لا شيء لهم الا انهم كيف يفتحوا قناوات وكالقوم مثلا المشاهدين كتوصل البرز يعني كالطيب البيصارة وكالطيب المسمون وكالطيب مثلا نسميته وكالطيب البرز يعني راه هناك تشوف مثلا المستوى العقليات عند المغاربة المغاربة مازال متخلفين يعني بلا ما نحاولو نكذبو بلا ما نقولو كان واحد طبقة اللي اللي بدات كتوعة كان واحد طبقة اللي بغد تخرج من التخلف كان واحد طبقة من حرب التخلف ولكن الاغلبية يعني كنشوفوا وانا المغاربة بعدها كان ان اه تمانين في المئة من المغاربة هو عالم قراوي يعني ديك عشرين في المئة اللي باقى اللي ساكنة في المدن هي اللي قارية هي اللي واعية ولكن راه اغلبية ديال المغاربة مازال متخلفين ومازال اميين ومازال جاهلين يعني خصنا نعرف ماذا مثلا نستاكن في الرباط ولا في كازا ولا في تعالجات قران اعيش في دولة متقديمة اناو راه الدولة متقديمة راه عافتش حال فادي الناس اللي عايشين في المدينة راه غير 35% اللي عايشين في المدينة والشي الاخورة كلوا يعيشوا في القرى صير شوف شح حالكين من جامعة قراوي وشي حالكين من جامعة في المدينة غادي تلقى غادي تخلع يعني ما تحاولوش تكذبو على رسكم المغاربة ما زال عيش بالشتاء المغاربة ما زالك يعتمد على الفلاحة يعني المغرب دولة متخلفة ويحكمها النظام المتخلف ويحكمها ملك المتخلف ويحكمها جهاز المتخلف أيها المغاربة عيقوا فيقوا باركة من ضرب فيها نضرب فيك اخوة الاخوات تبارك الله عليكم